يقف الملف النووي الإيراني أمام مفترق طرق مع اقتراب إعلان الإدارة الأمريكية عن قرارها في موعد أقصى الثاني عشر من آيار مايو الجاري بشأن استمرار واشنطن بالعمل بالاتفاق النووي مع إيران المعروف باسم خطة العمل المشتركة أو الانسحاب منه وصعدت طهران من لهجتها قبيل الإعلان الأمريكي المرتقب رافضة إعادة التفاوض بشأن اتفاق أبرم منذ سنوات وتم تنفيذه بحسب وزير خارجيتها محمد جواد ضريف دعوني أكون واضحا لن نعتمد على جهات خارجية بشأن أمننا ولن نفاوض أو نضع تعديلات على اتفاق أبرمناه منذ سنوات ونفذناه بحسن نية التهديد بالعودة إلى مرحلة ما قبل الاتفاق النووي وإعادة تفعيل عمليات تخصيب اليورانيوم التي وردت في تصريحات السفير الإيراني في لندن إحدى ركائز السياسة الإيرانية للضغط باتجاه ثاني الولايات المتحدة والدول الأوروبية عن الانسحاب من الاتفاق أو تعديله ورغم صعوبة التكهن بطبيعة القرار الذي ستتخذه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني إلا أن مسؤولين في البيت الأبيض يؤكدون وجود عدة خيارات محتملة للقرار الأمريكي لكنهم رجحوا اتخاذ الرئيس ترامب قرار الانسحاب من الاتفاق رغم عدم استبعادهم انسحاباً أمريكياً جزئياً منه نواجه كل أنواع العداء الإيراني ونقرر الخطوات المقبلة بالنسبة لخطة العمل الشاملة المشتركة أظهر الموقف الأمريكي تجاه الاتفاق النووي مع إيران تبايناً في الرؤى على الصعيد الدولي فالأمم المتحدة حذرت على لسان أمينها العام أنطونيو جوتيريش من إلغاء الاتفاق دون إيجاد بديل له بينما ترى دول أوروبية وأبرزها فرنسا في إعادة صياغة الاتفاق بنطاق أوسع حلاً مناسباً لجميع الأطراف